استعراض فينس بريتز فينس بريتز شركة بريطانية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها وتعمل في مجال الرهان على فوارق الأسعار ومجالات أخرى في التداول الإلكتروني مثل Forex و CFD والمؤشرات ومجالات أخرى هذه الشركة ناشطة جداً في المجالات التي ذكرناها لكم هنا كما ترون هذه هي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة الإلكتروني كما ترون هناك معلومات متاحة أمامكم للاستعانة بها عند الضرورة في هذه الصفحة نرى بعض المعطيات تاريخ الشركة هنا بعض الميزات التي تتمتع بها الشركة ننتقل بكم إلى صفحة أخرى الأسواق التي تقوم الشركة بالعمل فيها هنا نرى المؤشرات على سبيل المثال وأسواق أخرى مثل Forex والأسهم وإلى ما هناك من الأسواق المالية هذه الصفحة تعرفنا على منصات التداول التي تعتمد لدى الشركة مثل المنصة للاستعانة بها عبر متصفح الإنترنت وكذلك أجهزة آيفون وآيباد فضلا عن أجهزة الهواتف الذكية أندرويد هنا ترون هذه الميزات ننتقل بكم إلى صفحة أخرى حيث أنواع حسابات التداول المعتمدة لدى الشركة حيث توجد ثلاثة أنواع حسابات حساب المتداول المبتدئ الحساب العادي والحساب المحدود حيث أن الشركة تقوم بفرض محدوديات على هذا الحساب لك لا يتعرض أصحابه للخسائر في الأسواق كما ترون هنا هذه أنواع الحسابات نفتح صفحة أخرى حيث هنا ترون الأدنى للإيداع لكي يتم فتح حساب ما هو 50 جنيه استرليني هنا ترون هذا الرقم في الصفحة الأخرى توجد معلومات على صلة بموضوع الاستعراض هنا الحسابات كما ترون كيفية الإيداع من خلال بطاقات الاعتمان والعملات الإلكترونية هنا ترون هذه البطاقات هنا من جديد مرة أخرى نرى الحد الأدنى للإيداع لفتح حساب ما بالنسبة للمتداولين المبتدئين 50 جنيه استرليني بالنسبة للحسابات المحدودة فيما يتعلق بتعرضها للأضرار 100 جنيه استرليني وحسابات فينس بريتز 100 جنيه استرليني أيضا في هذه الصفحة تعطينا الشركة معلومات حول تاريخ عملها حيث أن الشركة مرخصة لدى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة هنا كما ترون FCA سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة فقد منحت الشركة ترخيص عمل نتجه نحو الصفحة أخرى حيث تعرفنا الشركة على التكنولوجيا المعتمدة لديها من خلال متصفح الإنترنت وعناوين أخرى هنا أجهزة الهواتف الذكية تستخدم لعملية التداول هذه الصفحة تختص بتعريف زوار الموقع على فوارق الأسعار حيث تقول الشركة بأن هذه الفوارق لديها ضئيلة كما أن الهامش أو المرجين قيمة الهامش أو المرجين متدنية أيضا هنا كما ترون تقول الشركة بأن قيمة المرجين تصل إلى 1% أو بالأحرى تتراوح ما بين 1% إلى 5% هذه الصفحة تختص بتنبيه زوار الموقع أو المتداولين بمخاطر المهنة حيث تقوم الشركة بتقليص هذه المخاطر من خلال تقديمها حساب خاص وهو محدود من ناحية تعرضه للمخاطر نتجه إلى الصفحة أخرى حيث تتمتع بمعلومات حول كيفية الاتصال بالشركة هنا توجد أرقام الهواتف وكذلك البريد الإلكتروني الخاص بالشركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر